السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم على قناة فرح شانل فيديو اليوم هنحضره الحرشة اللي كنطيبوها في المقلع او حرشة الصنقة بدون خميرة الحلويات ناجحة مليون في المية مليوم ما غا تفقش تغلبك الحرشة بقمعيا تعرفوا على المكونات وطريقة تحضير بالنسبة لقياسات دائما كنذكرهم لكم بالقرامات و بالمليلترات و بالكاس كذلك اللي كيهز 150 مليلتر الماء غا تحتاجو الماء دافي 300 مليلتر ما يعادل جوج الكيسان تقدرو تزيد عليهم معالقة كبيرة حتى الجوج لخصكم و بالكم الخالط ناشف بزاف غا تنمرو اول حاجة غا تنديرو غا ناخدو شوية ديال الماء من هاد القياس اللي عندنا تكون دافي ما يكونش بارس و ما يكونش سخون بزاف باش ما يخسرناش تخميرة غا تحتاج ملعقة كبيرة من السكر حبيبات ممكن تعودوا بلاسل غا تحتاج ملعقة صغيرة من خميرة الخبز انا عندي هناي الخميرة ديالخبز اليابسة حبيبات قدرو تديرو الخميرة العادية معجونة غا تنخلطو هاد المكونات الخميرة مع السكر غا تنخليوها تفاعل هنغطيوها من طبيعة الحال كتاخد عشرة دقائق على حساب الجولة كنصيف رضغية كتفاعل كالبرد كتاخد عشرة دقائق تقريبا و كتكون واجدة بالنسبة لسميدة كنا اخدو سميدة رقيقة لتنديرو بها الحرشة عندي هنا نصف كيلو ما يعادل اربعة الكيسين كل كاس تقريبا كي يهز مية وخمسة وعشرين جرام انا هنا اخديت شوية اخديت من ثلاثة المعالق بحالك ده باش غادي نقرس بيهم لانا عندي المقلاء اه نصف كيلو كتجيني فيها الحرشة شوية غليدة لهذا انا كننقص منها بالنسبة لكم انتوما اتخليو النصف كيلو كامل واتاخدو شوية ديالسميدة اللي عندكم باش تقرسو هنا يا ضفت عندي الملح لحسب الطوق وانا كنديرها في الزيت البلدية كتجي صحية اكتر وكتبانش في هالنسمة نهائيا ديال الزيت البلدية تجي زوينة جزاف هدي طريقتي الخاصة معتامدة عندي ودائما كنخدم بها وكتجيني ناجحة بالنسبة لكمية الزيت درت نصف كاس ما يعادل سبعين ميلي لتر دابا غادي نضيف الخميرة اللي تفاعلت لنا كتولي على هاد الشكل القياس مضبوطة ديال الماء انا هنيا شللت هات زليفة من الخميرة باش ما نضيعهاش وغادي نضيف الماء انا هاد الماء ما نديروش كامل بطبيعة الحال حيت ما قصت هادوك المعالق باش غادي نقرس كيش يطليها شوية من هاد جوج كيسان او 300 ميلي لتر نتمنى يكون الشرح واضح والفكرة واضحة كراليك غادي نخلط الخليطة ديالي على هاد الشكل كما كتشوفو كنخلطوه باطراف الاصابع ما كنخلطوش بزيف وما نعجنوش الحرشة ما تتعجنش كنخلطوه باطراف الاصابع فقط اير كتخلط وكنخلوها جانبا 15 دقيقة ربوع ساعة بالضبط في هاد الاثناء اللي غا تخمر لي فيه العجينة سنحضر المقلة اللي عندي هتاخدوه المقلة اللي تناسبكم المقلة كندهنه بالزبدة مزيان كندهنه بكمية معقولة من الزبدة وغاديها الرش عليها السميدة هاد الفيديو غا يكون شوية طويل ولكن كنين بعض الناس محتاجين للمراحيل كاملة انا سميدة تنديرها في هاد الصفاي وكنوزعها بشكل متساوي كما كتشوفو ما كنكترش سميدة بزيف وكنجيني متاوية في المقلة كاملة كتجينيش بلاصة فيها سميدة وبلاصة خاوية لا كتجيني غير تبعد طريقة ان شاء الله غادي تنجح معكم من اول مرة انا متأكدة مليون في المياه لان هذه الحرشة اللي عندي انا معتامدة كنديرها على الاقل واحد المرة في السمينة كنحضرها ليهم كتعجبهم كتجي صحية وزوينا الوليدات والكبار والصغر كياكلوها من بعد ما مرات خمستاشر دقيقة سنحط الخليط ديالي في المقلة كيف ما كتشوفو كنقرسها بشوية حتى تنوصل هالجوانيب كاملين في هاد المرحلة انا بقى ما دارش سميدة لابدات كتلصق لكم فيه ديكم ديروا شوية الزيت اعونوا بيه باش كتسهال عليكم دقراس ديالها من بعد ما قرستها غادي ناخد سميدة والصفي كيف ما دارت في اللول غادي ندير دابة غادي نوزع هاد السميدة على الحرشة كاملة كندير السميدة الكافية اللي خاصاني ما كنزيدش بزاف ما كنكترش باش ما يبقاش ليه الفائد في المقلة كندير القياس ديالي اللي خاصني نحتاج وتنحبس دابة غادي نقرسها باش غادي تلصق ليه سميدة في الحرشة كندوزع ليها هيدي باش ما يبقوش صباعات مصورين تقدرو تاخدو معلقة كبيرة بالظهر ديالها كندوزو على الوجه ديال الحرشة بحالة كده وكتبقى لكم الوجه ديالها بسطح ما يبقوش مصورينها هادو كالصبيعات وبنسبة الجوانب كناخدو نفس المعلقة وكندوزها بهاد الشكل تقدرو تستعملو اسباتو لالويتو انا درت معلقة لانا متوفرة عند كل شي غادي نحط المقلة على نار اللي تكون متوسطة وغادي ناخد هادو الطبلة وغادي نحطها على الحرشة امتا كنحطها من بعد مما كتسخل لي المقلة مزيان انتو ما تقدرو تستعملو اي حاجة عندكم تقيلها تبصيل مثلا تقيل شي قطاعة وتكون القياس ديالها على المقلة بحال هكذا قد قد الحرشة يكون احسن انا هنا كما شفتو هادو الطبلة عندي ما كبيراش قد الحرشة كنبقى نحولها من جيه هالجيها وما تقيلاش بزيف كنفق نحط عليها يديب شوية بحالك دا كما كتشوفو في الفيديو كيوضح ما كنقرسش يعير كنتقلها بدك لحطها بحالكها بليد وصافي وكنهزها وكنستمر بنفس طريقة وكنبقى ندور المقلة مرة مرة باش تطيب لي الحرشة بشكل متساوي من التحت والوجه ديالها التحتاني كامل يتحمر من بعد ما كتوجد ليها كنقلبها انا غادي نخلي المراحل كاملين ما غاديش اه تعمت نخلي المراحل كاملين باش الناس اللي معمرهم ما حضروها ننجح معهم ان شاء الله كنقلبها في هاد السينية او تبصيل عندكم اي حاجة تقدرو تقلبوها فيها بهاد الشكل كتزولوا لها سميدة اللي فيها الزوائد اللي كنين ديال سميدة غادي نحط عليها سينية اخرى بنسبة المقلة غادي ننظفوها من طبيعة الحال وغادي ندهنى بالزبدة مرة اخرى غادي ناخد هاد السينية وغادي نقلبها بهد الشكل وهكذا ما غاديش تهرس لكم ان شاء الله الحرشة بهاد طريقة ما غاديش تكسر وغادي يجيكم زيانة ونقادة ومحمرة من جوي بجوج ان شاء الله غادي تردوا عليه بتعاليق الطريقة هتعجبكم بزيف ودعبها غادي نرجعوها للبطاء او على النار وكنبقى وندوروها لانا سهال علي الامر كندور الحرشة ما كندورش المقلة وكتكون هادية الشكل الاخير ديال الحرشة ديالنا كتجي على هاد الشكل كتتحمر من جوي بجوج كتجي زوينا بزاف ما نشكراش لكم غادي نتجربوها وتردوا عليها ان شاء الله في التعاليق يكونوا هاد الشكل ديالها كتجي زوينا وصحية في نفس الوقت بزيت الزيتون وما فيهاش الخمرات الحلويات اهم حاجة كنين بزاف الناس اللي ما كيبغيوش الخمرات الحلويات ان شاء الله هاد الوصفة تعجبكم وتنال اعجابكم وتحضروها وتستمتعوا بها انتو ما وليداتكم لعجباتكم الوصفة ما تنسوناش من تشجيعاتكم بغيت الرحب بالناس الجديد اللي التحقوا بنا مرحبا بكم وبتعاليقكم شكرا على المشاهدة الى وصفة قادمة بحول الله السلام عليكم اشتركوا في القناة